السلام عليكم اخواني اخواتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكان وجهة تحياتي الخالصة لجميع المشتركين والمتتبعين للقناة اينما كانوا اليوم جبت لكم هذا الفيديو كنتكلم فيه على النقود الاسبانية أسبق لي درت بيديوهات اخرى تكلمت على النقود الاسبانية لا بيسيتا ولكن هذا الفيديو هذا مختلف لأن النقود هذه اللي هنتكلم عليها اليوم السنت الاسباني السنت الاسباني اصدر منه عدد كثير وفي مراحل كثيرة وفي عهد الملكة اليسابيل في عهد ملكة الفنسو 12 في عهد الجنرال فرنسيسكو فرانكو في عهد الملك اخوان كارلوس الاول يعني عدد كثير اليوم جبت لكم اربع قطاع نقدية جوج قطاع اصدرت في عهد الجنرال فرانسيسكو فرانكو جوج قطاع نقدية اصدرات في عهد اخوان كارلوس الاول ونبدأوا باول قطعة طبعا كين قطع نقدية اللي كتكون اه ناذرة والسعر ديالها مرتفع للقطع النقدية الاخرى وليوم غادي ركزوا معي الله يخليكم اليوم انا اعطيكم جميع المعلومات والمواصفات اللي خصتكم في ديك القطع النقدية اللي كيكون السعر ديالها مرتفع مثلا هاد القطعة هذي النقدية كما كتلاحظو اولا نوضحو شي مسائل هنا كما كتلاحظو خمسين سنتيموس سيكوينتا سنتيموس هاد القطعة هذي وهنا هاد الصور هادو هادو رمز المدون اربعة مدون اسبانية هادو رمز ديال مدينة كاستياليون وهادو رمز ديال اراهون وهادو رمز مدينة نابررا وهادو رمز مدينة غرناطا من الخلف كما كتلاحظو من الخلف هنا 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 تاريخ وهنا اكتوبة اسبانيا هنا ومن النقود الاسبانيه الاغلبية كيت توجد فيها لكن هذا النجمة وهناك قطع النقدية einen قطع النقدية للاسعرها مرتفع وصلت قطع النقدية السعر مرتفع. المواصفات التي توجد في القطع النقدية التي ستكون في القطع النقدية التي ستكون السعر مرتفع. هذه النجمة الأولى التي قدام حرف A ستكون فيها رقم 19. والنجمة الثانية في الجنب حرف A ستكون فيها رقم 51. وهذا التاريخ سيكون الف وتسعمية وتسعود أربعين. ركزوا معي الله يخليكم. هذه نجمة هذه قصت تكون فيها التعتاش. وهذه نجمة قصت تكون فيها واحد وخمسين رقم 51. وهنا التاريخ سيكون الف وتسعمية وثلاثة عفوا. وتسعود أربعين. رقم 1949 هنا 19 51 هنا 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 في الخمسة تجد تجد الرافله ال 따라 لا! تكن الرافله لهذا قطعة الناقضية تتشابه ضد الرافله نوجد هذه نحن اجاب السفن لكي ترى كيفية القطعة النقدية للسعر مرتفع وهنا كما ذكرت سنة 1949 فهذه النجمة تكون فيها 19 يعني لا تكتبه لأنه نجمة صغيرة ولا تكتبه بالعين المجرد خاصة المكبر وهنا تلقى رقم 51 رقم 51 هنا هنا 1949 وهذه القطعة هذه المعدن دياله من الكوبري والنيكل يعني من نحاس والمعدن النيكل الوزن دياله 4 قرم والحجم دياله 21 مم والنحاس من المعدن نحاس 75% والنيكل 25% يعني لا تكتبه القطعة هذه السعر مرتفع يصل تقريبا حتى 3000 درهام من الفوق كان قطعة أخرى أيضا السعر مرتفع قطعة الثانية هذه قطعة من الألومونيو قبل من بدأ هذه القطعة هذه هذه قطعة أصدر منها تسعود الإصدارات سنة سنة specified الاختلاف دائما يكون في النجمة هذه قطعة كما ذكرت هذه في عهد الجنرال فرانسيسكو فرانكو هذه اصدار سنة 1967 وهذه ايضا تسعود الاختلاف دائما في هذه النجمة الاختلاف في هذه النجمات اصدار سنة 1966 ولكن الاختلاف في هذه النجمات من سنة 1977 حسن 1975 في هذه النجمات هنا سنة 1967 أو 68 أو 75 القطعة الى ناذرة هذه قطعة من الالومونيو الوزن 1 قرام والحجم 20 ميلي متر ركزوا معي القطعة السعر مرتفع تجد في هذه النجمات أيضا النجمة الأولى تجد فيها 19 والنجمة الثانية تجد فيها رقم سبعين ركزوا معي سبعين إلى القطعة سنة 1966 هنا رقم 19 في هذه النجمة الأولى والنجمة الثانية تجد فيها 70 ركزوا معي رقم سبعين يعني هذه القطعة تصل حسن ألف درهم يعني السعر يرتفع وهذه كما ذكرت قطعة من الومونيو عادية من الومونيو ولكن إذا كان في هذه المواصفات يعني تصل حسن ألف درهم القطعة الثالثة والرابعة يعني عادية هذه من إصدار هذه من إصدار سنة 1980 الأخرى سنة 1975 حتى هم عندهم موجود نجمات ولكن هذه الإصدارات إصدار منهم الكثير مثلا إصدار سنة 1975 إصدار منه أربعة المليون وموجودين بكثير موجودين بكثير يعني هذا السعر كان قد إصدار واحد سنة 1975 وإصدار سنة 1975 وإصدار سنة 1975 وهو أصدار سنة 1975 وكما ذكرت أربعة المليون قطعة وموجودة يعني السعر ديالو ما كيوصلش هادو اه دولار وهذي ايضا يعني من اصدار سنة الف وتسعمية وثمانين اه اه هذه اصدار منها عشرين مليون قطعة يعني موجودة بزاف والسعر ديالو ما كارت اما كي تجاوس يعني دولار جو دولار يعني بكثرة موجودة بكثرة كانتمنى تكون اه استفدتو من هاد المو العلومات لان وضحنا جميع المعلومات على القطع النقدية اللي كيكون السعر ديالو مرتفع واللي السعر ديالو مرتفع خصوصا هاد الفئة ديال 50 سنت سكوينتا سنتيموس و و نصيحاتي دائما احتفظوا على العملاء احتفظوا في ما كان مزيان في قبصولات في في ألبومات والحمدلله شعرنا بزاف ديال الهوات كي كي يكتينيوا بالعملة و كي يكيت حافظوا عليها وهذا يعني شيء يشرف العملة اه و هاد الهواية هاذي هي هواية جمع النقود و جمع الطابع الباردية و جمع الصور و جمع الانتيكات يعني هاد الهواية اه و كانتمنى لكم التوفيق اذا كان لديه دائماً لديه سؤال او لا يريد يعرف معلومات على عملة يجب عليك التعليق في احد الفيديو او لا يتواصل معي على الانستغرام ولا يتواصل معي على الفيسبوك والانستغرام يتواصل معي ويصرر الصورات لديك العملة لان العملة لا تقدرش تقيمة او لا يجب عليك العملة لان العملة تتشوفها يعني بعض المرات الصورات تتخدع الصورات لا تتواصل لك العملة الحقيقة يعني ايه كيف تاخد شرزاف وشعر قليل وشعر جديدة وشعر يعني بعض المرات الصورات لا تستطيع التقوم باستقيم العملة دائما تتقوم على حسب الحالة العملة المضاق متنهفار على سعر المرتفع كتابة ديالي ديالي مرتفع كتبان مزيان اه يكون محفوظة مزيان وكتبان العملة بقى مزيان يعني القليل سعر ديالا مرتفع احتفظوا بالعملة خصوصا العملة اللي كتكون نادرة العملة اللي كتكون عند قيمة احتفظوا عليها بكابسولات و في ألبومات باش كتبقى محفوظة يعني القيمة دياله كتزيد ترتفع القيمة ديال العملة دائما في الجودة يعني كتكون بقى الحالة دياله ديال العملة مزيانة اخواني اخواتي كنتمنى التوفيق للجميع وكتمنى تكونوا استفتوا من هذا الفيديو من هذا المعلومات وإلى فيديو آخر ان شاء الله وشكرا جزيلا